ناقش اجتماع برئاسة وزير الدفاع الفرق ركن محسن الداعر بالعاصمة عدن دور الرقابة والتفتيش في الوزارة وأكد وزير الدفاع على الدور المحوري للتفتيش والرقابة بالمؤسسة العسكرية لما له من أهمية في الحفاظ على ممتلكاتها ومعداتها ومعرفة الإختلالات والمشاكل وإبقاء القوات بجاهزية عالية مشددا على ضرورة قيام التفتيش والرقابة بالنزول الميداني والدور لمختلف المناطق والوحدات العسكرية ويهيئات ودوائر وزارة الدفاع للاطلاع على احتياجاتها والكشف عن الاختلالات والإشكاليات تمهيدا لمعالجتها وإصلاحها اشتركوا في القناة